السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن بعدما قامت الوزارة التربية الوطنية بإصدار الأطر المرجعي المحينة والمتعلقة بالامتحات الإشهادية سارعت الكونفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء تنامد مغرب إلى إصدار بيان تطالب فيه الوزارة بتأجيل الامتحات الإشهادية وذلك نظرا للأسباب التالية تأخر الوزارة في الإعلان عن هذه الأطر المرجعية المحينة علما أن الكونفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء تنامد مغرب كانت قد طالبت الوزارة بالإصراع بإخراج هذه الأطر المرجعية وذلك في بيان صادر عنها بتاريخ 16 فبراع 2021 كذلك تأخر في تنفيذ مقررات دراسية في العديد من المؤسسات التعليمية بسبب تأثير الجائحة واعتماد نمط التفويج وضمانا وحفاظا على تكافؤ الفرص طالبت الكونفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء تنامد مغرب الوزارة إلى تأخير أو بتأخير موعد إجراء امتحان الوطني للباكادوريا إلى أواخر شهر يونيو 2021 وتأجيل باقي امتحانات إشهادية لفترة تسمحوا للأكاديمية الجاوية بتجمع حقيقي المعطيات حول تنفيذ مقرارات دراسية بكل جهة وكذلك مواصلة تنفيذ مقرارات الدراسية وتنظيم حصص الدعم التربوي بالمؤسسات التعليمية هذا وقد أصدرت الوزارة مؤخرا مذكرة تطالب فيها الأساتذة بإتمام واستكمال المقرارات الدراسية إلى نهاية سنة الدراسية فهل ستستجيب الوزارة لطلب الكونفيدرالية الوطنية لجمعية أمهات وأباء وأوليات تنميد من المغرب؟